اشتركوا في القناة تحتاجونها طبعاً اليوم هتكلم عن التطبيقات المساعدة لذوي طبعاً فرط الحركة وتشتت الانتباه واللي ممكن نساعدهم أثناء الدراسة للاختبارات خاصةً وإحنا مقبلين هذا الأسبوع على الاختبارات النهائية ونتمنى لهم وندعو لهم بالتوفيق اليوم طبعاً هنتكلم عن فكرة اللي هو التقنيات المساعدة لذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه وحقيقة شيء مهم جداً أنه إحنا نتكلم عن فكرة ما أهمية هذه التقنيات المساعدة ومدى تأثيرها على ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه إحنا طبعاً عندنا بشكل كبير احتياج إلى أنه نستخدم بعض الأدوات المساعدة حتى تساعد الأفراد ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه على اللي هو التغلب على المشكلات الموجودة عندهم أثناء فترة الدراسة أو أثناء التنظيم للدراسة أو حتى تحفيزهم ذاتياً من أجل الاستمرار في العمل حاولت أني أحصر مجموعة من التطبيقات هذه التطبيقات موجودة في آيفون معظمها بعضها مجاني بعضها يدعم اللغة العربية وحنشوف مع بعض هذه التطبيقات فقط كأمثلة الأمثلة هذه حتساعد على أنه إحنا نعرف إيش مميزات هذه التقنيات وكيف ممكن نستخدم هذه التطبيقات وهي ما يحصر حقيقة على ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه هي متاحة للجميع يقدر يستخدموها ويستفيدوا منها خلال هذه الفترة الحالية أو يعني طوال السنة لأنه بعضها يحتاج عملية تنظيمية طوال السنة فأنت ممكن أو أنت ممكن تستفيد من هذه البرامج وهذه التطبيقات ليش الفكرة هذه جات؟ حقيقة لأنه إحنا دائما يعني نعرف السمات الأساسية اللي ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه واللي حقيقة مرتبطة بالصعوبات الانتباه بالحركة المفرطة بالاندفاعية بكل هذه من الممكن أنها تؤثر بدرجة كبيرة على المهام الوظيفية في الحياة اليومية سواء كنا نتكلم عن دراسة أو سواء كنا نتكلم عن علاقات اجتماعية اليوم تركيزنا فقط على الناحية الأكاديمية وكيف ممكن أستفيد من هذه التطبيقات في تحفيز الدراسة بالنسبة لأفراد ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه قسمت التطبيقات طبعا أنا رجعت لمجموعة من التطبيقات المستخدمة واللي أنا بعض منها استخدمها حقيقة من أجل تنظيم عدد من المهام اللي موجودة عندي لأنه بعضها مرتبط بعملية تنظيم المهام وتنظيم العمل ووضع متابعة الخطة الزمنية مساعدة على تحقيق الأهداف اللي يضعها الفرد لنفسه وهذه أيضا تساعد الجميع من أجل إنهم يستخدموها حنيجي أول طبعا تطبيق من الممكن إنه يستخدم هذا التطبيق مع ذوي طبعا أنا أحب برضو أنبه إلى أنه فيه دراسة وهذه الدراسة حقيقة حاولت فيها أنه يعني هذه الدراسة يعني تعتبر حديثة نسبيا هي لباول سنة 2017 حاول فيها أنه يجري مقابلات مع مجموعة من الأطفال والأفراد ذوي فرض الحركة تجدد الانتباه بالإضافة إلى الأشخاص اللي يكونوا بتقديم الدعم لهم من المعالجين وحصرت عشر تطبيقات رئيسية هذه العشر تطبيقات كانت يعني لها مميزات معينة من أهمها اللي هو إنها تطور السمات الرئيسية زي تطوير الانتباه تطوير الذاكرة ضبط الذات بالإضافة إلى مساعدة الطفل على تحفيزه أكاديميا وزيادة ثقة بنفسه وأيضا هناك بعض التطبيقات اللي كانت لها علاقة بتحسين الجانب الأكاديمي سواء كان من خلال الألعاب تفاعلي أو من خلال دروس بعضها كان فيها أيضا كوزات وهذه الكوزات كانت تساعد على التأكد من تطبيق المهارات أيضا كان فيه برامج أو تطبيقات تستخدم من أجل اليقظة الهنية اللي هي المايندفلنس واللي احنا قلنا أنها مهمة جدا في عملية اللي هو الاسترخاء وفي عملية اللي هو تطبيق الحركة أو فرط الحركة الزائدة بالإضافة إلى طبعا الألعاب المختلفة اللي من الممكن أنها تساعد الطفل على زيادة انتباهه زي البحث عن الأشياء المفقودة أو من خلال اللي هو قياس سرعة توقيت الاستجابة هذه كلها تعتبر من حقيقة التطبيقات اللي موجودة تم تعريض الأفراد لهم لهذه التطبيقات وسألوهم أجروا مقابلات معهم على الشيء يتأكدون من مدى فعالية هذه التطبيقات كثير منهم قالوا أنه يحتاجوا إلى أنه يزداد يعني يكون فيها ثبات أكثر هذه التطبيقات بحيث أنها ممكن تستخدم في المستقبل ويعني يكون في نتائج ثابتة ومثبتة علميا توضح كيف كان قبل وبعد طبعا كيف كان العمل يعني قبل وبعد هذه التطبيقات وهذا الاستخدام وكمل مدة زمنية إلى آخر فكان في رغبة في أنه كثير منهم يعفون هذه النتائج بصورة أكثر أكثر دقة أيضا في بعض الأفراد وخاصة الأطفال كانوا يرغبوا في أنه تكون أكثر تفاعلية هذه التطبيقات وبالتالي هذه أيضا يعني من الأشياء اللي يفترض أنه إحنا نفكر فيها لما نختار التطبيقات المناسبة لأطفالنا بحيث أنها تكون حقيقة إيجابية طيب حتكلم أنا قسمت التطبيقات اللي أنا حصلت عليها أو اللي أنا بحثت عنها أنا طبعا يعني أعطيكم فقط أمثلة وأنا متأكدة أنه في موجود كثير من هذه التطبيقات ولها صور مختلفة ويمكن بعضها يعني تم استخدامه من قبلكم أو من قبل مجموعة تعرفوها فهي فقط أمثلة فقط لتعطيكم فكرة عن أهمية هذه التقنية المساعدة طبعا التقنية المساعدة زي ما ذكرت هي مجموعة من الأدوات اللي يتم استخدامها لتعويض ولتنمية مهرات معينة ولأيضا تعويض الفاقد اللي موجود عند الطفل بحيث من الممكن أن أنا أستخدمها وأعوض المشاكل اللي موجودة عندي بعض من هذه التطبيقات التطبيقات التنظيم الذاتي التطبيقات التنظيم الذاتي هي مهمة جدا حقيقة الهدف الأساسي منها هو أني أنا أنظم العمل هو أني أنا أحاول قدر الإمكان أني أساعد الفرد على أنه يعرف متى الوقت المحدد لتسليم المتطلبات يعرف إنجازه وبالتالي يتابع هذا الإنجاز أيضا أساعده على أنه يعرف المشتتات اللي موجودة في حياته اليومية من خلال استخدامه للأجهزة والممكن هذه الأجهزة يكون فيها تطبيقات مشتتة وبالتالي من الممكن أنها تتحكم في معرفة أو تحسب الوقت اللي هو يقضي على هذه البرامج أو هذه التطبيقات أو هذه المواقع سواء كانت مواقع تواصل اجتماعي أو غيره وبالتالي من الممكن أن يصير في تحكم لاحقا من خلال تحديد الأهداف بحيث أنه تحجب هذه المواقع أو يتم فقط وضعها لمدة زمنية محددة سواء ساعتين أو أكثر من ساعتين وهكذا طبعا عندنا في التطبيق الأول هو تطبيق الريسكيو تايم الستنك حقه طبعا باللغة الإنجليزية ولكنه يمكن استخدامه يعني مع الجميع زي ما أقول لكم هذا التطبيق يتيح حساب الوقت المبذول على المواقع المختلفة والتطبيقات المختلفة من الممكن أنه يمنع الوصول لبعض المواقع اللي تضيع يعني يتم تصنيف حسب الهدف اللي أنا أضعه في هذا التطبيق يتم تصنيف المواقع فيما إذا كانت منتجة مواقع ستساعدني على إنتاج الأفكار أو ستغطلني وبالتالي من السهل أنه يتم حجب هذه المواقع أو تحديد فترة زمنية محددة لها وبعد كذا يصبح صعب الوصول لها هذا التطبيق من مميزاته من الممكن أن يسجل اللي هو الأكتيفتي حقه الطفل أو الفري حتى وإن كان الجهاز غير مشبوك بالإنترنت من الممكن أنه أيضا يفعل مع بقية التطبيقات الأخرى هو أيضا يمكن من خلاله أيضا أن أحدد الوقت المناسب اللي أقدر من خلاله أستخدم يعني أو أوضح اللي هو الهدف وبالتالي من السهل أنه أحدد الوقت المطلوب لأداء هذه المهمة وهذه أيضا تعتبر من الجوانب الرئيسية أنا حاول بس أعرض لكم صورة أعتذر يبدو أنه فصل من عندي بس أنا ما أعرف متى من متى فصل الإرسال لكن إحنا قبل شوي كنت أتكلم عن ريسكيو تايم وأتمنى أنكم شفتوا صورة الريسكيو تايم الآن أنا قاعدة أتكلم عن تطبيق ثاني هذا التطبيق اسمه Remember the Milk Remember the Milk هذه هي اللوغو حق التطبيق هذا التطبيق هو طبعا الستنج باللغة الإنجليزية لكن أنا ممكن أضع المهام فيه باللغة العربية الهدف الأساسي من هذا التطبيق هو أنه يرتب وينظم المهام يساعد على ترتيب وتحديد الفترة الزمنية لكل مهمة من هذه المهام في خاصية أنه يتم تغيير الموعد النهائي وأيضا للتذكير وهذه أعتقد أنها من الأشياء المناسبة طبعا كل التطبيقات فيها شيء مجاني وفيها أيضا شيء بمقابل اللي بمقابل طبعا حتستفيد من كل الخصائص لكن أيضا الجزء المجاني حيكون يساعدك بدرجة بسيطة في تحديد أو تسمية هذه المهام ممكن أستخدمه مع مهمات بسيطة أو حتى مهمات معقدة وأقدر في النسخة اللي أشترك فيها من الممكن أني أنا أستورد وأصدر هذه الملاحظات للنوت مثلا أو للإيميل أو لغيره من الجوانب الأخرى طبعا يرسل بعض الإيميلات على يعني فيه الإيمبوكس والإيمبوكس هذا منه ممكن أنه يرسلك ويحددلك ما هي المهمة المطلوبة ومثال موعد النهائي لها وأيضا تقدرين تتحكمين أو تقدروا تتحكموا في الوقت المناسب يعني أو الديدلاين المرتبط وحقيقة من مميزات هذه التطبيقات اللي تساعد الطفل على أنه ينظم ذاته هو أنه أساعده فعليا إلى أن يصبح مستقل لأنه في الأول هو حيستخدم هذا التطبيق وحيعتمد عليه بشكل كبير في أنه يذكره بالمهام لكن حيساعده على أنه يحقق الأهداف الرئيسية المطلوبة وبالتالي يكمل واجباته في وقتها المناسب أو يكمل الأشياء الدراسية في وقتها المناسب أيضا عندي من التطبيقات وهذا التطبيق حقيقة أنا أستخدمه لأنه أيضا فيه نفس الشيء فيه نسخة مجانية ونسخة باشتراك يعني اشتراكه لا يتجاوز دولارين وتسعة وتسعين سنت في الشهر هذا واحد من التطبيقات اسم هذا التطبيق الفوكس بوستر الهدف الأساسي هو أنه يساعد الفرد على أنه يركز انتباهه واهتمامه طبعا يقسم لك الوقت إلى المهام طبعا أنت اللي تدخلين أو أنت الشخص اللي يدخل هذه المهام في هذا الطبعا في هذا التطبيق وأيضا من الممكن أنه يقسم لك هذه المهام لمدة تتراوح ما بين يعني كل جزء من هذه المهام يقسمها بحيث تصبح ثلاثين دقيقة هذه الثلاثين دقيقة خمسة وعشرين منها هي عمل تركيز يعني ويتم حساب الوقت فيها بالإضافة إلى خمس دقائق تكون راحة يقدر الشخص يقوم بممارسة أي عمل من الأعمال اللي يرغب فيها خلال الخمس دقائق حقيقة هذا واحد من التطبيقات اللي تقدر ترصد أداء الشخص على فترة طويلة ومن خلالها يقدر يشوف التقدم اللي هو أحرزه والمهمات اللي أنجزها وبالتالي هذه تصبح نوع من أنواع الدافعية يعني محفزات للدافعية حقيقة ويستمر في الإنجاز بصورة أكبر طبعاً في داش بورد أو لوحة عرض معلومات هذه اللوحة حتستمر في عرض التقدم ويمكن أنه يعني تعرض لك التقارير سواء كان بشكل أسبوعي أو بشكل يومي أو حتى بشكل شهري وسنوي وهذا أيضاً حيساعد بصورة كبيرة على أنه طبعاً الأطفال يستفيدوا من هذا البرنامج هذه أعتقد في أحد سيسأل عن التطبيقات المفيدة طبعاً هذه كلها تطبيقات حقيقة مفيدة لفرط الحركة وتشتت الانتباه لكن أنا ممكن أضعها في يعني يتم كتابتها لاحقاً إن شاء الله هذه التطبيقات هذا التطبيق الثالث والتطبيق الثالث هذا اسمه 123 Talkin' Me هو حقيقة نوع من أنواع التطبيقات اللي تستخدم من أجل التعزيز يمكن استخدامها حتى مع ست أطفال بنفس الوقت المعلم ممكن يستخدمها أو الأسرة تستخدمها مع طفلها من مميزات هذه الطريقة أن الطفل يقدر يختار الشخصية هو نفسه يختار الشخصية ويضع صورته وأيضاً منه ممكن أنه يختار حفو المعززات وكيف ممكن يستخدم هذه المعززات الرمزية كيف ممكن يحولها ما هي هذه الأشياء اللي بالإمكان تحويلها متى سيحولها بعد كم وهذا كله اتفاق يعني ما بين الوالدين وما بين الطفل وبالتالي سيسهل على الطفل أنه ينجز ويحقق هذه المهام فهي حقيقة من البرامج المناسبة والتطبيقات المناسبة اللي يمكن استخدامها وسهل استخدامها بالإمكان أنه الطفل يتم تعزيزه وأيضاً يقدم يعني يستفيد من هذه المعززات بصورة كبيرة مما يساعده على العمل وعلى إنهاء أجزاء مثلاً من القراءة والكتابة والحساب إلى آخر هذه الفئة الثانية اللي استخدمناها وفيه كثير من حقيقة التطبيقات اللي موجودة اللي من الممكن أن نستخدمها ولها علاقة بالمعززات بعضها يعني يمكن استخدام شخصيات محبة للطفل وممكن أحدد أنا كيف ممكن أستفيد من هذه الشخصيات نجي للتطبيقات اللي التعليمية أو هذه التطبيقات أنا أعتقد أنه كثير منكم يمكن يعني متشوق لمعرفتها لأنها هي اللي فعلاً ستساعد في هذه الفترة الحارجة يمكن بصورة كبيرة إذا إحنا نتكلم عن المتطلبات والمشاريع وغيره ونحتاج من خلالها اللي هو التطبيقات السابقة اللي تساعد على تنظيم الذات أو تساعد على استمرارية الدافعية فإحنا الآن هنتكلم عن تطبيقات هذه التطبيقات من السهل أنه أنا أستخدمها لتحفيز الطفل على أنه يستذكر بصورة كبيرة أهم هذه التطبيقات حقيقة اللي هو المايند نود والمايند نود هذا واحد من التطبيقات اللي أنا أستخدمها أيضاً في تلخيص الأفكار الرئيسية إذا يعني إحنا نعرف أنه الأفراد ذوي فرط الحركة تشتت الانتباه عندهم يعني من الممكن أنهم يواجهوا صعوبة في تذكر كم كبير من المعلومات من الممكن أنه يتشتت انتباهه إذا شاف نصوص كثيرة وبالتالي من السهل أنه يستخدم معظمهم معظم الأفراد يعني ذوي فرط الحركة تشتت الانتباه يستفيدوا من الوسائل البصرية وبالتالي أنا من الممكن أني أنا أستخدم هذا التطبيق اللي هو المايند نود لوضع خريطة ذهنية أو مفاهيمية من خلالها أقدر ألخص الأفكار الرئيسية بحيث أنها تذكرني فيصير هي كأنها ورقة مراجعة لكنها عبارة عن روابط تربط ما بين الفكرة الرئيسية والأفكار الأخرى الفرعية المتعلقة فيها وتكون بألوان مختلفة طبعا بالنسبة للنسخة المجانية فقط يمكن كتابة أفكار كتابة يعني لكن في النسخة اللي يتم شراءها طبعا أو الاشتراك فيها برسوم حوالي دولارين وتسعة واربعين سنت هذه من الممكن بالشهر ممكن أيضا يتم تحويل الأفكار المكتوبة إلى رموز فبدل ما أنا مثلا أكتب بدل ما الطفل يتذكر عبارة كاملة عن تعريف مثلا أو عن في العلوم مثلا عن تعريف القشرة الأرضية وغيره من الممكن أني أنا أضع صورة تمثل القشرة الأرضية أو رمز يرمز القشرة الأرضية ومن السهل أنه يتذكر معلومات مرتبطة فيها برضو هي تساعد الطفل على أنه يربط ما بين الأفكار بصورة كبيرة وخاصة بالنسبة للمراهقين اللي تبدأ يعني موادهم الدراسية تصبح أكثر تعقيد وفي معلومات مكتوبة كثيرة وبالتالي هذه حتكون فرصة زي الملخصات اللي كانت تستخدم لكنها ملخصات بصرية حتساعد الطفل على أنه يتذكر المعلومات المهمة اللي موجودة في الدروس وبالتالي هذا حيساعده على الاستذكار بصورة رئيسية أيضا من التطبيقات المناسبة اللي من الممكن أنه يتم استخدامها اللي هو Dragon Dictation طبعا نسيت أقول أن الماينت نونت من الممكن أنه يكتب باللغة العربية يعني في الخرائط وبالتالي هو يدعم اللغة العربية Dragon Dictation هو واحد من البرامج حقيقة المناسبة اللي من الممكن أنها تحول النص المسموع إلى نص مكتوب لكن للأسف طبعا لا تدعم اللغة العربية اللغتين الوحيدة اللي من الممكن أنها تدعمها هي اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية إذا كان مطلوب من الطالب أنه يكتب نصوص كثيرة أو يسلم متطلبات أو assignment معينة فهذه حتسرع عملية الطباعة حوالي خمس مرات لأنه فقط يقرأ أو يعبر عن الأفكار اللي موجودة وبالتالي حتقل الأخطاء وحتسرع عملية الطباعة مما يؤدي إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذا التطبيق بصورة أكبر في تطبيق ثاني هذا التطبيق يدعم اللغة العربية هو تطبيق Voice Stream Reader وهذا بالنسبة للأطفال ذوي فرط الحركة تشدد الإنتباه اللي عندهم مشكلة في القراءة وبالتالي هذا من الممكن أنه يقرأ أي نص بأي شكل طبعاً فيه 30 لغة هذا التطبيق يدعم 30 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية الفرد ممكن يتحكم بحجم الخط ونوعه التطبيق قيمته حوالي 84 ريال بالشهر ممكن يكون فيه أكثر من صوت وبالتالي هذا حيساعد على أنه ما يكون أصوات ميكانيكية وبالتالي منه ممكن أنها يعني ما تساعد الطفل أو الفرد على أنه يستخدم هذا التطبيق التطبيق عبارة عن إيش؟ عبارة عن يقرأ النص المكتوب من أي مكان سواء كان من الويب سواء كان من ملف Word ولا من ملف PDF يقدر يقرأ هذه النصوص بشكل كبير من المميزات الموجودة في هذا التطبيق أنه يظلل الكلمة هو يقرأها وبالتالي هذا حيساعد الطفل على أنه يكتسب حصيل اللغوية أكثر لأنه أيضاً ممكن يتابع هذا النص منه ممكن أيضاً أنه ما يتشتت انتباهه لأنه عملية الانتقال حتكون سهلة ممكن أختار فقط مقطع واحد فقط من هذا من اللي موجود هو اللي يظهر يعني مو كل الصفحة كاملة بس أربع سطور أو ثلاثة سطور أنا أحدد النص اللي أنا أبغاه يظهر في الشاشة فهذا أيضاً واحد من الجوانب الرئيسية ممكن يستخدم بالآيباد وأيضاً بالآيفون هذا التطبيق ممكن أتحكم بالخلفيات يعني بالألوان اللي موجودة بالخلفيات أيضاً من الممكن أني أنا أضيف ملاحظات معينة زي معنى الكلمة زي الفكرة الرئيسية المرتبطة بهذه الكلمة وهذا حيساعد على أنه يحتفظ أو يساعد على الفهم القرائي بصورة أكبر بالإضافة إلى أنه يساعد على أنه ينهي النص القرائي المطلوب منه زي ما فيه voice stream reader فيه أيضاً voice stream writer بس للأسف هذا ما فيه إلا لغة إنجليزية ما يدعم إلا اللغة الإنجليزية لما يدعم اللغة العربية لكن من مبيزاته أنه يصحح الأخطاء اللغوية أنه طبعاً هو بمقابل مادي حوالي 9 دولار بالشهر نفس الشيء ممكن الفرد يتحكم بحجم الخاط وممكن أيضاً يكون فيه أصوات لأنه حيتم قراءة الكلمة من الأشياء الرئيسية أنه يصحح لغوياً سواء كانت أخطاء إملائية أو سواء كانت أخطاء مرتبطة بعلامات الترقيم مثلاً لأنه يقرأ النص بعد ما يكتبه الطفل وبالتالي أو الفرد وبالتالي حيسهل أنه لما يقرأوا كذا بدون علامات ترقيم منه ممكن أنه يكتشف الأخطاء فهو برضو أيضاً يساعد على تنمية مهارات التنظيم الذاتي في عملية القراءة يساعد برضو لو أنا ما أعرف الكلمة يعني كتابة طريقة كتابة الكلمة أو عندي مشكلة في الإملة فهو أيضاً حيساعدني على أني يعني ينطق لي الكلمات يعني يطلع لي لستة أو قائمة كاملة هذا القائمة الكاملة من الممكن أنها من خلالها أعرف طريقة كتابة الكلمة بعد ما أسمع الكلمة وبالتالي أعرف أنه هذه هي الكلمة الصحيحة أيضاً من المميزات الموجودة في هذا التطبيق أنه من الممكن أنه أنا أعرف المعنى لكن أبغى أغير المفردة يعني ما أعرف المفردة الأساسية لتعبر عن هذا المعنى كلمة تكون صعبة أو كلمة تكون يعني مرتفع مستواها وأكاديمية خاصة بالنسبة للأفراد اللي في سن يقدموا فيه متطلبات وواجبات يمكن يعني يحتاج فيها اللغة أنها تكون لغة أكاديمية فبالتالي من الممكن أنا أضع المعنى ويتظهر لي قائمة المفردات وهذه قائمة المفردات حتساعدني على أني أختار الكلمة اللي تعني نفس هذا المعنى فهي أيضا من الأشياء اللي حتساعد على أنه تنمو الحصيل اللغوية وأيضا حتساعد على أنه بمرور الوقت حيصير من السهل أنه يتم التغلب على أي مشكلات أخرى في عملية الكتابة بالنسبة للرياضيات في حقيقة هذا التطبيق وهذا أيضا حتى يمكن استخدامه في يعني الديسكتوب البرامج في الكمبيوتر يعني من الأشياء اللي أنا وجدتها اللي هو الادابتد مايند هو لمنهج الحساب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني متوسط يختار الطفل شخصية عبارة عن مونستر معين أو وحش وهو اللي يضع يعني أو الأفاتار حق الوحش هذا ويضع له يعني إكسسوارات وغيره يبدأ يتعلم الحساب وفق الأهداف التعليمية الموجودة في هذا المنهج طبعا أي طفل موجود في مدرسة من المدارس الانترناشنل هو طبعا المنهج أمريكي وبالتالي حيستفيد كثير الطلاب اللي موجودين في المدارس الدولية لأنه يعني يعتمد على نفس الأهداف التعليمية قلنا من الصف الأول حتى الصف الثاني متوسط في عدد من الدروس أحيانا 172 وأحيانا أكثر في كل صف من مميزات البرنامج أو التطبيق أنه فيه تغذية راجعة لو أخطأ الطفل في حل المسألة وهذا أيضا حيساعد على أنه يعرف ما هو الجواب ويشرح لماذا حصل هذا الجواب أو لماذا تم الحصول على هذا الجواب من مميزات التطبيق أيضا أنه يقدم تقرير عن مستوى الطفل وتطوره ويرسل هذا التقرير إما لإيميل الوالدين أو المعلمين لو كانوا يستخدم طبعا من قبل المعلمين في المدرسة تحديد المستوى حتى لو كان الطفل في الصف الثاني يطرح عليه مجموعة من الأسئلة من خلال هذه الأسئلة كلها ألعاب تفاعلية طبعا من خلال هذه الألعاب التفاعلية يمكن تحديد مستوى الطفل وتقديم الخبرة التعليمية المناسبة لهذا الطفل حسب مستوى يعني زي ما قلت لكم حولت أعطي بعض الأمثلة اللي منها ممكن تستفيدوا منها في التطبيقات لكن أنا متأكدة أنه في كثير من التطبيقات الأخرى اللي تم تجري بها حسب يعني عمر الطفل وحسب أيضا الاحتياج اللي موجود في دليل كامل في وزارة التعليم هذا الدليل عن التقنية المساعدة اللي من الممكن يتم الاستفادة منها وتم توضيح أيضا الموقع اللي ممكن يتم الوصول له وكيف يتم طلب هذه التقنيات بالنسبة للأطفال اللي من الممكنهم يحصلوا عليها أيضا هذا الدليل متاح للجميع يعني مقسم حسب الحاجة أو الاحتياج سواء كان تكبير خاط أو سواء كان عملية قراءة النصوص بصوت مسموع إلى آخره فهي موجودة هذه في موقع الوزارة وبالإمكان يعني تطلعوا على مزيد منها كل التطبيقات يتم توضيح فيما إذا كانت تدعم اللغة العربية أو ما تدعمها وهذه أيضا يعني نقطة إيجابية من الممكنها تساعدكم على الوصول للتطبيقات الآن أنا جهزة لأسئلتكم فإذا كان في أي تساؤلات الله يحييكم طبعا أنا ماني حابة أنه يكون عبارة عن محاضرة أنا كنت بس حابة أنه أجيب فكرتين ثلاثة والباقي أنت تطرحوا بانتظار الأسئلة شكرا لسؤال في سؤال هل لهذه الأجهزة تأثير على التعلم المستقل طبعا إحنا يمكن من الأشياء الرئيسية اللي إحنا ننصح فيها الأهالي أنهم يبعدوا أطفالهم عن الأجهزة ويحاولوا يقللوا استخدام هذه الأجهزة حقيقة لكن برضو في نفس الوقت كل الأبحاث تؤكد على أن بعض الأفراد وخاصة يعني الأفراد ذوي التوحد أو ذوي فرط الحركة وتشدد الانتباه يحتاجوا أو يتفاعلوا وينخرطوا في أي مهمة موجودة من خلال هذه الأجهزة أنا أعتبر أن هذه التقنيات هي عبارة عن وسيلة يتعلم منها الطفل فقط في المرحلة الأولى وبعد كده من الممكن أن يتم يراقب ذاته ويشوف كيف تتغير مهاراته وإمكانياته من خلال هذه البرامج وبالتالي يبدأ يعني يتم التعاون يعني يعرف هذا المستوى وبعد كده يكون سهل أنه يرى تقدمه بنفسه وبالتالي من السهل أنه يضع الالتزامات هذه لنفسه يعني بدل ما أحط أنا جهاز كمبيوتر عشان أقول أنه أنا محتاجة أنه تذكرني بأنه المفروض أني أنا أسلم الواجب يوم الأحد الجاء منه ممكن أني أضع تنبيه في جهاز الجوال فقط بعد كده منه ممكن أني أنا أضع لي دفتر ملاحظات أو دفتر واجبات اللي كان موجود سابقاً هذه كلها بعض الأشياء اللي منه ممكن أنها تعوض أو تساعد الفرد يتعلم على هذه المهارة وحيصير بعد كده عنده دافعية أعلى لأنه هو شاف النتيجة وشاف أنه يتمكن من إنجاز المتطلب وأنها المهمة المطلوبة منه فهي أيضاً حتساعده على أنه يعرف أعتقد أنه في أحد سأل عن عنوان البث طبعاً عنوان اللقاء اليوم كان عن استخدام التقنية المساعدة من أجل التغلب على تحديات التي تواجه الأفراد ذوي فرض الحركة تشتت بانتباه في استذكارهم للاختبارات هل لهذه التطبيقات أثار إيجابية وسلبية؟ نعم يعني عملية الاعتماد على نعم في الجانبين نعم إيجابية لأنها تساعد الفرد على أنه يتمكن من أنه يستفيد من وقته من أنه يستثمر وقته يصبح منتج أكثر حيشوف التقدم اللي هو أحرزه في الفترة الزمنية المخصصة حيتمكن من البدء بالمهمة والانتهاء من المهمة وفي حقيقة تنظيم ذاته وإحنا نعرف أنه هذه واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الأفراد ذوي اضطراب فرض الحركة وتشتت الانتباه وهو تنظيم المهام أو وضع الأولويات وبالتالي إذا نحن نريد أن نتكلم عن القصور أو المشاكل الموجودة في الوظائف التنفيذية وبالتالي حيكون من الأشياء الإيجابية أنه إحنا نساعد الفرد على أنه يحصل على المساعدة الكافية ويحقق النجاح المطلوب وبالتالي حترتفع مستواتقته بنفسه حيرتفع شعوره بالإنجاز والنجاح حنقلل من خبرات الإحباط اللي يتعرض لها أو خبرات الفشد حنقلل من الضغوط اللي يتعرض لها والقلق وبالتالي هذا أيضا عامل مهم جدا فكل هذه عوامل إيجابية حقيقة ستحدث من خلال استخدام هذه التطبيقات الخوف في الجانب السلبي من أنه يعتقد أنه التطبيق هو اللي يساعده على إنجاز هذه المهمة ما هو هو اللي يحقق هذا النجاح وهذه أعتقد من الأثار السلبية اللي من الممكن أنها تكون موجودة أو أنه يشعر بأنه لن يتمكن من النجاح إلا بوجود هذا التطبيق وقد يحدث أنه في بعض التطبيقات من الممكن أنه يعني الاستمرار فيها صعب أو من الممكن أنها تلغى هذه التطبيقات أو من الممكن أنه تستحدث نسخ جديدة يكون فيها اختراقات أمني كل هذه الأمور يعني من الأشياء اللي حقيقة قد تواجه الفرد وقد تعيق عملية شعوره بالاستقلالية لذلك إحنا يعني يفترض أنه إحنا نتعامل مع هذه الأجهزة أو نتعامل مع هذه التطبيقات وكأنها مرحلة وقتية الهدف الأساسي منها هو أنه تساعد الفرد على أنه يحصل على المساعدة الكافية لكنه في الوقت نفسه قادر على الاستقلال وقادر على أداءها بأبسط الطرق سواء كانت عبارة عن ورقة وقلم أو سواء كانت عبارة عن ملفات ملونة أو فواصل ملونة إلى آخر بس المهم منه إحنا نعطي طريقة يمكن تكون أسهل وأسرع لغاية ما بعد كذا يستقل فيها أيضا تأكدوا أن وجود هذه التطبيقات يعني زي مثلا تطبيقات التعليمية هي حتتغلب على المشكلات التعليمية اللي كانت تعيقه زي مشكلة القراءة أو الكتابة وبالتالي حتزداد دافعيته حترتفعه حيصير عنده قدرة على أنه يمارس هذا العمل مدة أطول أو هذه المهمة مدة أطول وبالتالي يتمكن من إنهاءها ويحصل على النتيجة النهائية فهذه حقيقة يعني رغم وجود آثار إيجابية وسلبية إلا أنه يعني يمكن التغلب على كل السلبيات من خلال معرفة كيف نستخدم هذه التطبيقات ومتى نستخدمها طبعا الأهالي يمكن أيضا سيعانوا من نقطة أنه هل المفروض أن الطفل يستمر استخدامه للأجهزة؟ هو حقيقة طبعا زي ما قلنا لابد أنه نرجع مرة ثانية ونفكر بما هو الوقت المتاح للطفل في استخدام هذا التطبيق كم المدة زمنيا مسموح له في أنه يستخدم هذا الجهاز وبالتالي إحنا نستخدمها بنفس الصورة اللي حنستخدمها حقيقة هل من الممكن الاستغناء عن هذا التطبيق مثلا في يوم من الأيام إلى آخره؟ أيضا في نقطة مهمة ويمكن هذه يعني لاحظتها أنا أعتقد أنه التطبيقات في نقطة مهمة أنا لاحظتها وبعدين حجاوب على سؤال هل توجد تطبيقات خاصة بمرحلة الجامعة والثانوي نقطة مهمة لاحظتها موجودة في هذه التطبيقات أنه بعضها يحتاج إلى وقت طويل علشان يتموض البيانات الموجودة فيها كأني أضع الهدف وأحدد متى المفروض أني أستلم وإلى آخره فمتى المفروض أني أسلم هذه المهمة فهذا أحيانا كثيرة تستغرق وقت طويل عملية التجهيز لهذه البرامج وهذه التطبيقات وأحيانا تعيق الفرد من عمله الأساسي يعني يصبح جزء من الوقت مبدول على هذا التطبيق أكثر من على المهمة نفسها فأيضا هذه من الأشياء اللي يفترض أنه إحنا نراعيها في عملية استخدام هذه التطبيقات طبعا أنا اللي تكلمت عنه في التطبيقات حقيقة يصلح أيضا بطلبة الثانوي والجامعة يمكن بالعكس يعني هو مرتبط بالمهام المحقدة أكثر من ارتباطه بالمهام السهلة أنا في عملي أستخدم الفوكس بوستر فقط علشان يعني أعرف كم الموضوع زمنية مخصصة لتصحيح كل ورقة وللعمل على بروجيكت معين والانتقال إلى بروجيكت آخر وهكذا فأعتقد أنه ينفع استخدامه مع الجميع هذا سؤال أنه هل في جهات ممكن تساعدني؟ أعتقد إشراق تقدم يعني كثير من الورش والدورات التدريبية اللي تقدم من أجل تحسين الوظائف التنفيذية كيفية إتمام المهام أنا متأكدة أنه فيه فيه سؤال حقيقة ضاع مني أنا آسفة فيه يعني كثير من الدورات اللي تقام المتبطة بعملية تحديد الأهداف البدء بالمهامة كيف ممكن أركز كيف ممكن أوجه جهدي لهذه المهامة كيف ممكن أنهي المهمة في وقتها المحايدة كيف ممكن يكون عندي وقت مكافي لمراجعة المهمات فهذه كلها موجودة كيف ممكن أخطط وأنظم وقتي وهذه أنا أعتقد أنها مشكلة وتحدي أساسي يواجه كثير من الناس ما هو فقط الأفراد يعني ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباع لكن معروف أنه كل ما زاد تعقيد المهمة التعليمية كل ما صار من الصعب بلاش أقول من الصعب يعني واحدة من الصعبات اللي تواجهنا حقيقة لهو تحكم بالوقت وتنظيم العمل خاصة في المتطلبات الشخص اللي قال أنه في الماجستير يشعر بتعب أكثر طبيعي لأنه متطلبات أيضا أكثر وإذا كان يعمل أو إذا كان فقط طالب دراسات عليا فقط أو طالب الدراسات عليا هذا من الممكن أن يضع ضغوط إضافية على الطالب الله يعطيكم العافية هذا أي فعلا هذا هو السؤال اللي تم سؤاله هل ضروري وجود الأهل ليس من الضروري لكن أنا أعتقد أنه دائما زي ما قلت لابد من الرجوع لمميزات وخصائص كل تطبيق كل تطبيق في شرح كافي فيما إذا كان في مشكلة من الممكن أنها تعرض الطفل في بعض التطبيقات اللي يمكن استخدامها من أكثر من جهاز يعني تخضع المراقبة الأبوية وبالتالي هذا سهل أنه يتم وضعه في جهاز الطفل ويعرف أي شيء يعني ممكن يكون فيه يمثل خطر بالنسبة للطفل أو من الممكن أنه يكون فيه إشكالية فهذا سهل أنه إحنا نكتشفه بسهولة من خلال قراءة فقط تعريف التطبيقات زي ما قلت معظم التطبيقات اللي أنا عرضتها اليوم هي موجودة بالآيفون لكن أيضا هناك تطبيقات مشابهة أو مقابلة لها موجودة في جوجل بلاي أيضا من الممكن أنه بعض هذه التطبيقات تستخدم يعني في الأجهزة المختلفة وفيه تطبيقات أخرى شبيهة يعني ممكن ما يكون هذا التطبيق موجود لكن فيه تطبيق ثاني مقابل ويقوم بنفس العمل فكرة القراءة الجهرية لبعض التطبيقات هذه موجودة يعني فقط ضعوا هذا العنوان يعني في جهازك حتشوفوا كمية البرامج اللي موجودة وإنتوا تقررون بعض حقيقة البرامج يعني ما هي بذاك القوة لما يكون الصوت كأنه ميكانيكي أو أقرب لصوت الجهاز يمكن أحيانا يعني الأطفال الخاصة إذا كانوا صغار السن منه ممكن أنهم ما يشعرون يعني بالاهتمام بالقراءة أو تكون القراءة مملة لكن في بعض التطبيقات أحيانا برسوم بسيطة أو أحيانا يكون من التطبيق نفسه في أكثر من صوت ممكن واحد يستخدمه في بعض التطبيقات فيها حتى أصوات يعني تعتبر ممتعة يعني أصوات شخصيات معينة أو غيره فهذه برضو حتساعد الطفل على أنه يقرأ كمية أكثر من المواضيع هذا بالنسبة يعني للتطبيقات وزي ما قلت هي فقط يعني إثارة فكرة فكرة معينة يعني هي ما هو حل لكل الإحتياجات لكن على الأقل يعطيكي فكرة أنه أنا ممكن أستخدم واحد أو يعطيك فكرة أنه أنا ممكن أستخدم هذه التطبيقات من أجل يعني تعويض المشكلة الموجودة ومحاولة التغلب عليها هل في أسئلة؟ طيب أنا أكرر مرة أخرى شكري حقيقة لإشراق لدعوتي أتمنى أن المعلومات اللي قدمتها ممكن تكون أفدتكم لو بجزء بسيط طبعا أتمنى أيضا أنه يعني تكون تساعد الأطفال الخاصة في هالفترة أبنائنا تساعدهم على أنهم يعني يستفيدوا أكبر قدر ممكن خلال فترة الاختبارات وتكون فترة إن شاء الله مثمرة يتخلى لها النجاح وبأقل قدر من المجهود وأكيد يعني حيكون إن شاء الله أو أتمنى يكون إن شاء الله في لقاءات أخرى لأي موضوع من الموضوعات اللي ترغبون فيها في المستقبل شكرا لكم أكرر شكري مرة أخرى لكم ولإشراق شكرا لإستماعكم ونراكم إن شاء الله أعلى خير شكرا لكم